بقى أمبر هيرد دي يا أخي خلوك دي ستة بتاعت مشاكل وقضايا فإحنا مش هينفع ناخد راحتنا قوي في الكلام لترفع قضايا على برنامج التاسعة ولا علي وأنا معيش الـ 15 مليون دولار في العربية دلوقتي أمبر هيرد عملت حدوتة بالبلد كده بوليكة كبيرة على قصة وجوني داب عمل وجوني داب سوى وطلع الراجل مظلوم ومفترع عليه وطلعت بتشاهر به والأصعب أنها طلعته اللي بتعذبه خد بالك جوني داب ده أنا باعتبره خوية ما أن أنا عمري ما شفته غير في الأفلام ليه بقى أنا حبه جدا من وقت ظهوره وأنا أتابع كل حاجة يعملها جوني داب وأنا في رأيي المتواضع جدا ده أهم وأقوى ممثل في العالم يأتي في المرتبة التالية لأنتوني هابكنز حقيقي يعني مش هزار ويمكن حتى نسأل سترق الشناوي لما نورنا على الموضوع ده رأيه في جوني داب مهم أمبر هيرد زي ما حضراتكم عارفين طلع هي وجوني داب والمحامين وجلسات والكل كان يتابع هذا الموضوع نصل إلى أنه هيئة محلفين أمريكية تحكم بخمستاشر مليون دولار تدفعهم أمبر هيرد لجوني داب لأنه طلع مظلوم فالمحكمة أو هيئة المحلفين حكمت بأن هذا تعويض عن التشهير التشهير بس تخيل بقى لو جوني داب عارف يثبت بما لا يدع مجال الشك إنها كانت بتعذبه المسألة بقى الصعبة وده اللي بفكر فيه مادام أمبر هيرد بتقول أو تقدير سروتها لا يتعدى 7 مليون دولار هتعمل إيه بقى هتدفع الفلوس الباقية دي إزاي يعني هيفضل عليها تمانية هتدفعهم منين دول ده بقى سؤالي اللي ده عاد بفكر فيه بتكلمك بجد يوم كده لوقت المحكمة حكمت بالخمستاشر طيب هل في لسه إجراءات تقادي تانية أو لا مش موضوعي أتمنى ما يبقاش فيه وإن الفلوس تروح لجوني داب مش لأنه محتاج فلوس بس ده حقه رد اعتبار أو الله يفلسوها بقى ويخدوا منها 7 مليون دولار وبعدين هنعمل إيه علشان ناخد منها التمانية التانين أصد ده الشئ جوني داب مش ممكن كابتن جاك سبارو بالمناسبة هو ولي وفيلم اسمه ناينث جيت لازم تتفرجوا عليه حتة فيلم يورينك يعني إيه موهبة يعني مع تقديري لكل بس إحنا غلابة قوي جنبك يا عم جوني حقيقي يعني إحدى كلنا غلابة والله العظيم ترجمة نانسي قنقر